على استحياء وربما على مضض تعلن حكومة الكاظمي في العراق بين الفينة والأخرى عن عمليات اعتقال لعناصر مسلحة متورطة في قتل الأبرياء من المتظاهرين والناشطين المدنيين والمواطنين في عمليات محدودة لا تكشف السلطات عن تفاصيلها الكاملة خصوصا الجهات التي تقف خلف أولئك المسلحين المعتقلين وتصدر الأوامر بتنفيذ الاغتيالات والخطف تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن اعتقال فرقة الموت في البصرة مؤخرا لا تكفي فيما طالبت حكومة الكاظمي بالمزيد من الإجراءات لردع الهجمات المكثفة والمستمرة على المواطنين بينما يؤكد أغلب الناشطين الناجين من الموت أن الاعتقالات التي تعلن عنها الحكومة ما هي إلا ذرا للرماد في العيون وتأتي في إطار الدعاية الانتخابية وعود الكاظمي بمحاسبة علنية لمن سماهم بعصابة الموت المرتبطة بميليشيا حزب الله في البصرة فتحت الباب أمام تساؤل بشأن مصير قتلة أكثر من ثمانمائة متظاهر وناشط مدني في بغداد والمحافظات وخاطفي العشرات منهم لأسيما بعد أنباء من مصادر مقربة من الحكومة أكدت أن السلطات حددت هوية 16 شخصا متورطا في عمليات القتل معظمهم فروا خارج البلاد وفقا للمنظمة الحقوقية وتحوم الشكوك حول ما إذا ستكون هناك محاكمة عادلة لأفراد الميليشيات المعلن عن اعتقالهم نظرا لما يعتري النظام القضائي في العراق من فساد ومحسوبية قل نظيرها وفق تقارير دولية وإلى اليوم لم تكن هناك أي محاسبة لأي مسؤول عن عمليات القتل لباقي المتظاهرين في البصرة وباقي المحافظات منذ انطلاق تظاهرات تشرين عام 2019 رغم الوعود الحكومية بمحاسبة جميع قتلة المتظاهرين والناشطين وحتى الصحفيين الذين يغطون التظاهرات عوامل من شأنها بحسب محللين تقويض من صداقية العمليات الأمنية التي تعلن عنها حكومة الكاظمي وتثير بشأنها الضجيج في مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر